اصدقائي الكرام اليوم جبت لكم واحد من اخطر اخطر الحركة اللي عرفتوا اللي عرفوا تاريخ الجزائر في ثورة 1954 ما كاش جبل ربي اما كاش كيفو وشكون هو هو يوسف بن براهيم يوسف بن براهيم هذا لقتل اكثر من الف مجاهد في المنطقة السادسة تبعوا معي احتل اخر ان شاء الله ما تقطعوش وقعدوا معي تشوفوش كون هو ووجدار هو من مواليد 1927 في بلدية احساسنا وليت سعيدة هذا كان مجهد التحق بالجيش الجزائري جيش تحرير منذ اندلاع ثورة في 1954 54 هو منتزوج بمرأتين ربيعة جاب معاها ست ابناء وعيدة اربع اطفال وش كان يدير في ثورة التحرير كان مكلف بتهريب السلح والماءونة من المروق من المغرب ما طولش ادخل للعسكر علاش دوق نقولكم علاش كل واحد وش قال علي نقولكم حسب اقوال الناس في يوم 25 جنفي طلب برمسيون احنا نقوله هكدا عطلة من مكيوي مامون هذا اللي كان مسؤول المنطقة السادسة الولاية الخامسة من تابعة لتابعة من ماسكر حتى سعيدة اطلب بعطلة باش يروح يشوف عائلته ارفض له مكيوي ودوس معاه وضربه بسقلة وبكف افقى يوسف يوسف راح يجري للكاسر نطع فرنسا باع كامل صحاب المجاهدين غدوة من داك 26 جنفي 1958 حصروا المنطقة اللي فيها المجاهدين المنطقة اللي حصرها واسمها بوقدران منطقة سيدي يوسف في سعيدة قتلوا قتلوا فيها 17 مجاهد منهم حتى مكيوي هذا اللي ضربوا بسقلة مكيوي مامون في 1959 عينة فرنسا بيجار مارسل كقائد عملياتي للقطاع العسكري بسعيدة وهو كذلك بيجار هذا هو كذلك قائد الفوج التاسع للمضاليين لباراجوتيست نفيام اير بيسي بيجار كيل حق حبي كوين كوموندو بس كيفاش قال يكونوا مجاهدين ليسلموا روحهم الفرنسا عطل امر للملازم الاول سليوتنون غريو جورج قال لون تتكون لي هذ الفرقة كوموندو وكوينها فعلا من هؤلاء بيانسور هو ليعطى الامر سموها كوموندو جورج وبما ان يوسف هو سبب هذ يسموه هذ كارثة مباشرة طلعوه سرجان سرجان وكل ما يزيد في المنكر يزيد وطلعوه سليوتنون ومبعد طلعوه حتى ليوتنون وش كان يدير مع الفرنسيين هذا تخيل خوتي هذا تسبب في قتل تقريبا الف مجهد من المنطقة السادسة كيفاش هو يعرف أساليب المجهدين ويعرف خططهم ولغتهم وأماكنهم يلبس الجلابة ويرح يخادع الخلايا منتعهم تخيلوا معايا باللي هذا كان يغتص بالفتيات في عمر الظهور حتى لعندهم عشر سنوات والدليل هو ما قاله طبيب فرنسي في ذلك الوقت قال يدخل للكش دشرة واللحومة واللقرية يجمع الناس كامل وباش يجو يدير لهم الموسف الرقبة وليما يمشيش معاه يقتل مباشرة هو واسحابه يضربو كل الناس يضربوه بعاسة غليظة دائرة العاسة هذا غليظ يعني كيشغل يد تع البال واخترط يضربوهم بالديو هذا الطبيب يقول أنا شخصيا داويت هذي الناس قال لهم لازم تشوفو لازم تشوفو وش من الحالة اللي كانوا فيها زرقوهم كامل يهدر وليما يهدرش يتمضرب قال الطبيب هذا وليما على بالوش واش يقول هذه كارثة يكمل الطبيب يقول يغطى سبوب بنات عشر سنوات واثناش سنة شفت شفت أنا شخصيا يقول الطبيب أولياؤهم جاوا عندنا يشوفوا يشكيوا ويقولوا رهم تصبوا بنتنا جام شفت تعذيب كما هذا في حياتي الكماندو دو شاس PPCS هو اسم الكماندو دو شاس الكماندو دو شاس هذا كان بيجار يقول المهم تعو شاسي لاميزير يعني محاربة الفقر ميزير كارثة يكمل الطبيب يقول خمسين بالمئة منهم كانوا مجاهدين هما لعذبوا وباعوا خوتهم هذا عار على فرنسا يكمل يقول عفون هنا يحب الطبيب من بعد الاستقلال كما تعرفوا كامل في 62 قبل ما يخرج طلعوه ليوتنو يخرج مع اصحاب بعض الحركة ليسلكوا من الشعب وين راح راح الميتروبول راح من بعد الى مزرعة دورغونيا اللي شراها واحد واسمه أندري ورمسير صديق هذا صاحب المزرعة هو صديق لكم مونتو جورج يوسف يوسف بن ابراهيم تبعوه يقتلوه ثم المجهدين دور من كور السلك ثلث مرات من الموت من طرف المجهدين يقول احد الحركة عندما كرموه في مطج جوان 2010 وسموه عليه المدرسة مدرسة دفعة ضباط المدرسة بيسور بيجار لأطالهم الأمر وفي 27 جوليا 1968 قتلوه وشكون قتلوه يا قاتل رح وين تروح قتلوه بون ليه قتلوه واحد منهم هرب واخر حكموه للحبز ليه قتلوه هو كذلك حركي كما هو كان شريكو في المزرعة كان معاه في الحركة في سعيدة واسمو القرع الطيب القرع وعلاش قتلو كان يعتاد على زوجته شفتو الحركي يبقى حركي طول حياته نعود قبل ما نكمل بعض الاسباب اللي قالوا عليها علاش وسموه الاخره كل واحد واش كان يقول كان يقول باللي الجبهة حكمت عليه بالإعدام كان يقول كان يقال بسبب الصفعة هذه أهنوه وكان يقال مدولوا بريا باش يديها للمسؤولين وبرية هذه مكتوفها باللي يعدم هو ما تقاري من بعد رحل العسكر المهم مهما كانت الأمور على جهة السقلة باع بلاده هذا مكان واش دار من بعد انتقام حاجة كبيرة نخليكم هنا أهو دينات هلميرث يبدو كل يدي فهمن يكفهمن إسوين نوما الطفقين أرثي مليليث